حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال جلس إلينا شيخ في مكان أيوب فسامع القوم يتحدثون فقال حدثني مولايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما اسمه قال قرة بن دعمس النميري قال قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس فجعتوا أريدوا أن أدنو منه فلم أستطع فنديته يا رسول الله استغفر للغلام النميري فقال غفر الله لك قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك ابن قيس ساعيا فلما رجع رجع بإبل جلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أموالهم قال قال يا رسول الله إنني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها فقال والله للذي تركت أحب إلي من الذي أخذت أرددها وخذ من حوش أموالهم صدقاتهم قال فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المسان المجاهدات ترجمة نانسي قنقر